سيد الشيخ سيد الشيخ سبحانه شرع لعبادة الزواج وشرع التعدد حتى يحصل من ذلك الخير الكثير ومن أسباب ذلك أن الرجل قال لا تكفيه الواحدة قد يكون قوية الشهوة فلا تكفيه الواحدة فربما تعرض بسبب ذلك لما حرم الله فشر الله له التعدد ومن ذلك أيضا أن مرأة تحيض ويصيبها النفاس أيضا فيتعطل الرجل مدة النفاس ومدة الحيض فإذا كان عنده ثانية وثالثة وجد ما يبعبه عند تعطل المرأة وعند وجود ما يمنع الجماع كذلك قد تمرض المرأة قد تسافر لبعض الأسباب فالحاصل أن الحاجة إلى الثالثة والثالثة والرابعة حاجة اللاهرة كذلك قد يكثر النساء ويتعطل من أزواج فكونهن عند زوج ينفهن ويقوم عليهن وينفق عليهن ويصونهن ولو كنا أربعا تحت واحد هذا خير لهن من تعطلهن وعدم التزوج فلن جاء في الشريعة كل خير وكل صلاح للمجتمع فلا ينبغي لعاقل أن يستنكر ذلك وإن كان بعض النساء قد استنكر ذلك لقلة الفهم قلة البصيرة قلة العلم وإلا فتعدد فيه مصالح الجميع من الرجال والنساء جميعا ولكن بعض النساء قد يجحد هذا الشيء وقد ينكر هذا الشيء ويرغب السلامة وذلك من عدم النظر في العواقب ومن عدم البصيرة في الدين فلا ينبغي المرأة أن تستكر هذا الشيء لا بأس إذا سلمت من الضرة لا بأس ولكن لا يجد الله أن تستكر حكم الله ولا أن تكره حكم الله بل عليها أن ترضى بحكم الله وأن تعلم أن حكم الله فيه خير الجميع وفيه السعادة للجميع ولو حصل عليه بعض الأذى من الجارة أو انفردت في بعض الليالي لا يضرها ذلك والحمد لله ما دام الأمر على شرع الله وفيه مصالح كثيرة لنبغي لها التحمل والتصبر وعدم الاستنكار للزوجة الذي عنده أكثر من واحدة بل إذا تسأل لها زوج لا سمعها في الشريك فلا بأس وإلا فلا ينبغي أن تصبر على وحدة والبقى بدون زوج من أجل عدم الجارة بل ينبغي لها أن تصبر وأن تنكح الزوجة اللي معه زوجة قبلها أو زوجتان ولا بأس عليها في ذلك هناك أيضا بعض النساء يفضلنا العادات الاجتماعية في أوروبا أو في الغرب عموما أو في البلاد غير الإسلامية ويقولنا في ذلك أن تعدد الزوجة ممنوع وهنا مثلا في الحكم الشرعي يباه تعدد الزوجة فما الحكم في إلصاق هذه التهمة في الإسلام من كرها تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد الأفضل هو كافي مرتبط عن الإسلام لأننا نعوذ بالله ممكن للحكم الله وكاره لما شرح الله والله يقول سبحانه ذلك بأنه كره ما أنزل فأحب طعام من كره ما أنزل فأحب طعام فلذي يكره تعالى بزوجات ويرى أن الشريعة يعني ظلمت أو أن حكم الله في هذا ناقص أو مطيب أو أن ما يفعلون في بلاد النصارى من الوحدة أن هذا أولى وأفضل هذا كل ردة للإسلام نعوذ بالله كالذي يقول أن فرض الصلاة لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو بدون صيام أحسن أو بدون زكاة من قال هذا هو كافر من قال عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى أو عدم الحج أولى كان كافر وهكذا لو قال لا بأس يجب حكم بغير الشريعة يجوز ولو قال الحكم الشريعة أفضل لكن إذا قال إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن كل هذا ردة للإسلام الحاصل من كره ما أنزل الله وما شرعه الله هو مرتد وهكذا من أحب هو رضي بما حرم الله وقال إنه طيب وإنه مناسب كالزنا والسرقة يكون كاهر أيضا هنا من شو الله